أيضا الحج فيه ما فيه من النوافر التي يتقرب بها المرء ليصل لدرجة المحبوبية النبي قال مطلقا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والزنوب وقال النبي عمرة في رمضان كحجة معي وقال العمرة العمرة كفارة لما بينهما فهذه نافلة الحج والعمرة وأيضا نافلة الزكوات الصدقات المطلقات وقد قال علماؤنا في تقعيد الفقر بأن النفع المتعدي أحب إلى الله وأعظم أجرا من النفع الذاتي إن خيرت بينها أن تتصدق بدرهمين أو تصل ركعتين فتصدق بدرهمين النفقة تؤثر في القلوب والإحسان يأسر الناس يأسر الكريم فإن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرد نحن في صدد الكلام على أن النوافر المستحبات ترتقب إلى درجة المحبوبية فلا يسقط منها أبدا وإن زل وإن تعدى وإن تجاوز يوفق للتوبة ليرتقي كنت سمعه كنت بصره كنت ياده شوفوا انظر إلى هذا الفضل العظيم ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافر حتى أحبه ترجمة نانسي قنقر